انسحب تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري وائتلاف دولة القانون برئاسة النور المالكي بالإضافة إلى نواب كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذين انسحبوا من الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته التشريعية الرابعة وقال مراسلنا إن رئيس السن لمجلس النواب محمد علي زيني قرر رفع أولى جلسات البرلمان لمدة ساعة بشأن تداول الكتل السياسية معلنا اللجوع إلى المحكمة الاتحادية لحسم الخلافات بشأن تفسير الكتل الأكبر فيما سجل النائب صباح الساعدي أول نقطة نظام في عمل البرلمان في دورته الجديدة